عقد يوم أمس في مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا المؤتمر التأسيسي الأول لنادي الصحفيين السوريين في مدينة غازي عينتاب والذي ضم عددا من الصحفيين السوريين شهد المؤتمر حضورا رسميا سوريا وتركيا إذ استهل ببعض الكلمات التي أكدت على أهمية الدور الإعلامي السوري في بلدان اللجوء وأهمية انفتاح الصحفيين السوريين على أقرانهم في دول اللجوء ويريد الصحفيون من وراء هذا التشكيل أن يفعلوا الجانب التكافلي ليكون صندوق النادي سندا لأعضائه عند الحاجة نأمل لاحقا بعد تشكيل النادي بخصص الصحفيين السوريين في غازي عينتاب أن يكون خطوة مثمرة للأمام للتوحد الرؤى ولكل الإجراءات التي تلزم كل صحفي سوري مقيم في تركيا عم نحاول فيه نكون إيد وحدي كصحفيين سوريين موجودين هون نشتغل شيء لمصلحة الجميع من شيء من أنواع التكافر شيء من أنواع الحماية ما حصل في انتخابات نادي صحفيين السوريين في غازي عينتاب كان جميل جدا كان لدينا خمسة لجان هي تشكل بمجموعة الهيئة العامة الناخبة في النادي خرجت جميع هذه اللجان بتوافقات لم تحصل انتخابات مباشرة إنما توافقت اللجان بشكل جميل جدا على مرشحين الذين يشكلون مجلس إدارة النادي الآن نحن حطينا عدة معايير الحقيقة هي المعايير جدا بسيطة كان الهدف مننا أنه نحن نحاول نوسع النادي ونقبل أي شخص عم بيعمل عم بيشتغل بالمجال الصحفي أو الإعلامي وطبعا رعينا وضع الصحفيين اللي يطلعوا من سوريا اللي يتعرضوا للتهديد أو القصف أو الاعتبار